ازاي تكسب 55 ألف جنيه كل شهر وانت قاعد في البيت استر في شهادات الادخار الجديدة اللي اعلنت عنها البنوك الساعات اللي فاتت بأسعار فايدة مرتفعة ويا ترى لو معاك 100 ألف جنيه وأقل من كده تقدر تشتري أي شهادة فيهم ومكسبك هيكون كام خليك معانا في الفيديو ده علشان تعرف ايه الشهادة المناسبة ليك وانا هقول لك كل التفاصيل من ساعة رفع البنك المركزي لأسعار الفايدة بنسبة 2% والبنوك بدأت تطرح شهادات ادخار جديدة بفايدة مرتفعة علشان تحافظ على العملة بتحهم فلو افترضنا انك معاك 100 ألف جنيه في 3 شهادات قدامك الاولى الشهادة السلسية من البنك الاهلي وبنك مصر بفايدة 7-19% سنويا في الحالة دي اجمالي مكسب 100 ألف جنيه هيبقى 57 ألف جنيه يعني السنة الواحدة 19 ألف جنيه وفي الشهر حوالي 1583 الشهادة التانية من بنك مصر والبنك الاهلي برضو بس فايدة متنقصة 22% للسنة الاولى 18% للسنة التانية 16% للسنة التالتة ده معناه ان 100 ألف جنيه بعد 3 سنين هتجيب لك 56 ألف جنيه متقسمين كالتالي 22 ألف في السنة الاولى بعائد شهري 1833 جنيه وفي السنة التانية 18 ألف بعائد شهري 1500 جنيه في السنة التالتة 16 ألف وعائد شهري 1333 جنيه أما الشهادة التالتة فهي شهادة الخير من البنك الزراع المصري بسعر فايدة 19% لو العائد شهري و19.5% لو العائد نصف سنوي يعني 100 ألف جنيه في الشهادة بالعائد الشهري هتكسبك في النهاية 57 ألف جنيه برضو زي شهادات البنك الاهلي وبنك مصر لكن لو اخترت دورية العائد نصف سنوي مكسبك في الثلاث سنين 58 ألف وخمسمائة جنيه في السنة الواحدة 19 ألف وخمسمائة وكل 6 شهور هتاخد 9750 جنيه الميزة في الثلاث شهادات دول إنك تقدر تشتريهم بداية من ألف جنيه ومضاعفاتها لكن البنوك الثانية ممكن تقدم لك عائد أعلى بس الحد الأدنى لشراء الشهادة هيبقى كبير يعني عندك مثلا بنك سي آي بي بيقدم لك شهادة ويلس بفايدة 22% لمدة ثلاث سنين بس مشكلتها الحد الأدنى المطلوب لشراءها 3 مليون جنيه فلو معاك المبلغ ده مكسبك في السنة هيبقى 660 ألف جنيه وفي الشهر هيبقى 55 ألف جنيه يجي بعد كده شهادة الأول في بنك كيو إن بي بفايدة تتراوح بين 19% للعائد الشهري و19.10 للعائد ربع سنوي و19.4% للعائد السنوي بس تلحد الأدنى لشراءها 500 ألف جنيه فلو معاك المبلغ ده هيبقى مكسبك في السنة الوحدة 96 ألف 250 جنيه لو العائد سنوي أو 95 ألف وخمسمائة جنيه لو العائد ربع سنوي أو 95 ألف لو العائد شهري ودلوقتي بقى بعد معرفته تفاصيل الشهادات الجديدة إيه رأيكم في العوايد بتاعتها وإيه الشهادة المناسبة لكم اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات اشتركوا في القناة